مواضيع متخصصات تسلط الضوء على أهمية المياه احتضنها معرض البحرين الدولي للحدائق والذي انطلق تحت شعار الماء تجديد الحياة ليبرز أهمية المياه ودورها الأساسي في كافة مناحي الحياة الجناح العلمي في المعرض ركز على إبراز أحدث التقنيات الحديثة التي تم توظيفها في كافة المشاريع المتعلقة بالمياه نقاط جوهرية ومواضيع متخصصة حول المياه ودورها الأساسي في كافة مناحي الحياة صلط الضوء عليها المشاركون في المعرض ليتم التعرف على الطرق الأساسية للحفاظ على موارد المياه استخدام التقنيات والأفكار والتجارب المعروضة في هذا المعرض لا بد من الاستفادة منها لأن من خلالها نقدر نطور الأنشطة الزراعية ومن خلالها نقدر نوسع الرقع الخضراء في الدول والمناطق الخليجية هو لا بد من جميع المواطنين والأخص في دول الخليج العربي معرفة قيمة المياه يعني الحين يعني عشان نحصل على قطرة ماي تحتاج إلى عمليات طويلة للحصول على قطرة ماي وحدة الواحد يقدر استغلها للشرب وعمليات عما يوصل إلى البيت أو يستغلها للشرب أو للعمليات الزراعية جملة من الأفكار الخلاقة التي طرحها المشاركون في منصاتهم لتعزيز الوعي لدى زوار المعرض بأهمية المياه وطرق الترشيد الصحيحة في المنازل وفي مجال الزراعة والصناعة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في خدمات المياه فكرتنا في جامعة البحرين متماشية تماماً مع فكرة المعرض وهي كيف نحن نجدد الماء عشان نجدد الحياة بداية الفكرة كانت أن نحن نشوف بيئتنا الطبيعية وكيف هي التي تعالج نفسها بنفسها وكيف نحن نوعي الجمهور بهذه العملية وكيف نحن نطرح بعض الأفكار التي ممكن الصناعة تتبناها أو الجهات الحكومية المختلفة المسؤولة عن هذا الموضوع تتبناها فالفكرة كانت أن نحن نأخذ أحد النباتات الموجودة طبيعياً في البحرين ونشوف فوائدها على تنقية المياه ونوعي الجمهور بهذا الشيء من كلها التجارب علمية تصير عندنا في جامعة البحرين أجنحة متخصصة استعرضت عدداً من المشاريع البحثية الموجهة لترشيد استهلاك المياه في التخطير والزراعة المستدامة والحفاظ على المصادر الطبيعية واستخدام مياه الأمطار الموسمية وغيرها من المواضيع التي عززت مفهوم أهمية المياه لدى زوار المعرض ومحبي الزراعة في الجناح العلمي تجسيد كامل لكافة الأفكار التي انطلق بها شعار المعرض الماء تجديد الحياة والذي يؤكد على أهمية الماء وطرق الحفاظ عليه مع التركيز على الأفكار الحديثة والمتقدمة التي يستعرضها المشاركون في المعرض لضمان استدامته فهو عصب الحياة فضلا عن أهمية غرس هذه المعلومات لدى زوار المعرض صغارا وكبارا خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين